السلام عليكم مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة شروحات تعلم اللغة الهولندية في هذا الدرس سنتحدث عن المفرد والجمع في اللغة الهولندية وكيفية الانتقال من المفرد إلى الجمع المفرد في اللغة الهولندية هت انكل فاوت أما الجمع هت مير فاوت الجمع ففي اللغة الهولندية هناك كلمات تأخذ في آخر الكلمة يا إما الـ a-n أو الـ s أو الـ a-r-an كما تشاهدون بعد الأمثلة أمامنا ان هونت كلب سننتقل من هت انكل فاوت اللي هو المفرد ان هونت كلب أما في الجمع فتصبح ده هونتن كلاب ده هونتن ان مانت ان مانت شهر ده مانتن ده مانتن الأشهر ان فيتس ان فيتس دراجة في الجمع تصبح ده فيتسن ده فيتسن كما تشاهدون في جاء خود الـ a-n اي-ن ان حوث ان حوث رأسن ده حوثن ده حوثن رؤوس ان سبورت ان سبورت ريادة ده سبورتن ده سبورتن الريادات سننتقد إلى الأمثلة الموالية كما تلاحظون عند وجود حروف صوتية متكررة نحدي في أحد الحرفين كما تشاهدون في الأمثلة أمامنا ان مير ان مير حا جدار ده مير ده مير الجدران ان رام ان رام نافدتون ده رامن ده رامن نوافدن نوافدن ان اب ان اب قردن ده ابن ده ابن قردتون ان ويك ان ويك اسبوع ده ويكن ده ويكن ان بير ان بير حي ده بير ده بير احياء الاحياء ان لرار ان لرار معلم ده لرار ده لرار الان سننتقل الى المثال الموالي الامتل الموالية لكن فهذا المثال سنتعرف عن الكلمات التي تأخذ في اخر الكلمة اس او تأخذ اف و سنلاحظ ان من الهت انكل فوت اي المفرد الى الجمع سنلاحظ التغيير الذي يطرأ على هذه الكلمات ان خلص ده خلزن تحولت الاس الى ز بإضافة الان في اخر الكلمة ان خلص ده خلزن ان بريف ان بريف رسالة ده بريفن ده بريفن رسائل ان هاوس ان هاوس منزل ده هاوزن ده هاوزن المنازل ان روس ان روس وردت ده روزن ده روزن الورود ان ماوس ان ماوس ده ماوس ده ماوس فأر ان دوس ان دوس ان دوس دو 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 علبة الان سننتقل الى المثال الموالي المثال الموالي المثال الموالي يتعلق بجمع التكسير خبروكن مير فالت خبروكن مير فالت جمع التكسير لدينا الامسال الموالي سننتقل من مدينة دو ستيدن المدن دو 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 الالكلمة تنتقل على شكل تي ان فرينت ان فرينت دو دو فريندن دو فريندن الاصدقاء ان مان رجل دو من الرجال ان من دو من ان فلس ان فلس ان إن فلس قنينة دفلسن إن بيت سرير دفلس إن سلط إن سلط إن سلط إن سلطن إن سلطن الآن سنوكرر مرة أخرى جمع التكسير جبروكي ميرفاعد إن سلط إن سلطن مدينة المودن إن پن إن پنن إن پن قلم الأقلم إن فرينت إن فرينت إن فرينت دفريندن صديق الأصدقاء إن من رجل دمانن إن فلس إن فلس قنينة زوجج إن فلس دفلسن إن بيت إن بيت سرير دبدا دبدا إن سلط إن سلط مفتاح دسلطن دسلطن الآن سننشاقل إلى المثال الموالي إن كلانت إن كلانت زبون دو كلانتن دو كلانتن زبنى إن كنت إن كنت دو كندرن تفلون الأطفال إن كنت دو كندرن إن بيت إن بيت سرير دو بدن دو بدن بدن إن بوس إن بوس غابة دو بوسن دو بوسن غابة الغابات إن زوارت إن زوارد دو زواردن سيف السيوف إن زوارد دو زواردن الآن سننتقل إلى الأمثلة الموالية ففي الأمثلة الموالية كانت إن كانت تنتهي بالأ أو الأ أو الأ أو ي أو والي أو Ge في آخر الكلمة في حالة الجمع ت من să تأخذ من حالة الاس أبوستخوف كما سنتعرف في هذا المثال أي سننتقل من المفرد إلى الجنب الى الامر فاوت أم واحدة أم تفي أمس تاكسي تاكسي واحد تفي تاكسيس صورة واحدة صورة واحدة تفي فوتوس بيبي رادية تفي بيبيس بارابلو مدلة تفي بارابلوس فحينما تكون الكلمة منتهية بالآ أو الإي في آخر الكلمة فمن المفرد إلى الجمع دائما نقوم بوضع الاس أبوستخوف في آخر الكلمة ففي هذه الأمسلة إذا كانت الكلمات أيضا في آخر الكلمة تنتهي بالآ أو الإي أو الإي أر أو الإي أل فسنعطي أمسلة التي أمامنا أمسلة التي أمسلة التي أمتها في آخر الكلمة من أمسل، كما ترون ففي آخر الكلمة أيضا تأخذ الاس ففي آخر الكلمة أيضا تأخذ الاس كان هذا هو مثالنا الآن سننتقل إلى الأمثلة الموالية في هذا المثال سنقوم بالتركيز على هذه القاعدة إن كانت الكلمة تتوفر على السنت أو اليار أو اليور الساعة أو اليور أو الكيلو فلا نقوم بوضع الجمع لا تطبق عليها أعمالية الجمع لا تطبق عليها أعمالية الجمع سننتقل إلى الأمثلة لم نقل يارا قلنا يار ولم نقل إيرا قلنا إير فهذه الكلمات لا تطبق عليها قاعدة الجمع فلا نقوم بتحويلها إلى الجمع تبقى في أصلها كريخن خين بلورالس السلام عليكم أصدقائي صديقاتي ففي هذا الجزء سنتعرف على هذا التمرين أو بدراخت أين سنتعلم كيف يتحويل الجمل من المفرد هات إنكل فاوت إلى الجمل هات مير فاوت أي البلورالس لدينا الجمل التالية لدينا المجموعة A والمجموعة B عندي نظارة سأقول في الجمع سأقول في الجمع عندي نظارات عندي نظارات سنمر الآن إلى المثال الثاني إك هاب إن بابريكا إك هاب إن بابريكا عندي فلفل إك هاب بابريكاس إك هاب بابريكاس سنضيف في آخر الكلمة الأس أبوستخوف كما تعرفنا في المثال السابق كل كلمة إن كانت هيبقى دائما في آخر الكلمة نضيف الأس هذه هي طريقة تحويل الجمل من المفرد إلى الجمع فدائما نطبق القواعد التي تعرفنا عليها في الدرس سنعطي المثال التالج إك إيج إن تمات إك إيج إن تمات أكلوا طماطم إك إيج إن تمات من المفرد إلى الجمع نقول في حالة الجمع إك إيج تمات إك إيج تمات نقوم بإضافة الأي أن في آخر الكلمة إك إيج تمات إك إيج تمات الآن سننتقل إلى المثال الرابع إك إيج إن كوم كومرس إك إيج إن كوم كومر أكلوا خيار أكلوا خيار إك إيج كوم كومرس سنقوم بإضافة الأس في آخر الكلمة كوم كومرس إك إيج كوم كومرس إك إيج كوم كومرس الآن المثال موالي إك هب إن برور إك هب إن برور عندي أخ في حالة الجمع نقول إك هب برورس إك هب برورس عندي إخوة عندي إخوة عندي إخوة إك هب إن فيلم عندي فيل من عندي فيrium إك هب فيلمس إك كوب إن بوك عندي فيلمن إيك كوب بوكن أشري الكتب إيك هب ان زس عندي أخوات إيك هب زسن عندي أخوات فيهبن ان باوز عندنا فاصل فيهبن باوزس عندنا فواصل كان هذا هو التمرين بالنسبة لكيفية الانشقال من المفرد إلى الجمع كما شاهدتم تعرفنا على مجموعة من الأفعال الفعل هبن هتفيركفورت هبن وهتفيركفورت ايتن وكذلك هتفيركفورت كوبن فعل الملكية وفعل أنا أكلتو وفعل إشاريتو وكذلك العديد من المصطلحات بريل نظارة بابريكا فلفل طماط طماطم كومكومر الخيار برور أخن فيلم فيلم وكذلك بوك كتاب وكذلك زس أخت و باوز فاصل سأقوم بعطاء هذه المصطلحات في نهاية الفيديو من أجل حفظها هذه هي طريقة تعلم اللغة الهولندية فشكرا لكم إخواني أخواتي على مشاهدتكم لهذا الفيديو فإن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة ولا تبخلوا علينا بلايك وشكرا لكم المجابعة إن عندكم سؤال فتركوا لي كومنتر في أسفل الفيديو ترجمة نانسي قنقر